واليوم نشهد افتتاح واحد من أضخم المشروعات التنموية وهو مشروع محطة تكرير بيترول أسيوت الذي يسهمه بشكل كبير في توفير احتياجات صعيد مصر بل احتياجات كل مصر من المنتجات البترولية فضلا عن توفير فرص العمل المختلفة حول جهود قطاع البترول في تنمية الصعيد نتابع الآن كلمة المهندس طارق الملة وزير البترول وثروة المعدنية بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم أود في البداية أن أتقدم لسياداتكم سيادة الرئيس بالشكر والتقدير على دعمكم المستمر لقطاع البترول ليستمر كأحد الروافد المهمة للاقتصاد القومي كما أود أن أرحب بسياداتكم في أحد صروح قطاع البترول بمركز منفلوت بمحافظة أسيوت بصعيد مصر والذي يشهد اهتماما غير مصبوك من سياداتكم ونحن نشهد اليوم افتتاح مشروع جديد عملاق يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهلين بالصعيد إنه مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوت لتكرير البترول واسمحوا لي أن أقدم لسياداتكم عرضا توضيحيا للمشروع ومساهمته في تغطية احتياجات محافظات الصعيد في البداية سيادة الرئيس أحب أقول أن النهاردة محتوى العرض جزئين الجزء الأول يتكلم على دور القطاع في تنمية الصعيد وجزء الآخر هو الجزء الخاص به مشروع الافتتاح اللي احنا بصدد افتاحه اليوم النهاردة لما نتكلم على دور القطاع في تنمية الصعيد نتكلم على العشر محافظات في الوجه الإبلي تستهلك عشرين في المئة من إجمالي استهلاك الجمهورية من المنتجات البترولية لما نتكلم على ما تم إنجازه في خلال الفترات اللي فاتت وحتى سنة 2014 لقطاع البترول أهم الوقفات كان إنشاء مجمع تكرير أسيوت سنة 1987 وتم إضافة وحدة تكرير ليه وتوسع ليه سنة 2002 وفي 2001 برغبة في التركيز على المشروعات التنموية للوجه الإبلي فتم إنشاء شركة جنوب الوادي للبترول علشان تهتم بكل المشروعات الخاصة بالبترول في الصعيد ثم في 2010 تم مد خط الغاز للشبكة القومية الخط الرئيسي من شمال الصعيد حيث كان يقف عند منسويف وتم مده إلى أسوان في خلال تلك الفترة وحتى سنة 2014 كان كل عدد الوحدات المتوصلة بالغاز الطبيعي الوحدات السكنية 534 واحدة سكنية فقط و714 محطة بنزين و12 محطة تموين بالغاز و1152 مستودع بوتجاس طبعاً يعني لما نلخص هذه الجهود اللي تمت هي جهود لا بأسة بها ولكن ما كانتش بتغطي احتياجات الوجه الإبلي ولا الصعيد وبالتالي كان فيه تحديات تحديات يمكن كلنا نتذكر الأزمات اللي كانت موجودة ولا سيامة لأهالينا في وجه إبلي سواء في البنزين في السولار طوبير البوتجاز الضغط على الطرق السريعة وده كان نتيجة ان احنا بننقل كل احتياجات الصعيد من وجه بحري من القاهرة او من الاسكندرية او من السويس عشان نغطي احتياجات الوجه الإبلي ما كانش عندنا طاقات تخزينية كفاية كان دائما بيبع عندنا أزمات في تخزين المنتج كل ده استلزم ان احنا نتوقف وكانت تكلفات سيادة كفاية قامة الرئيس بان احنا نضع خطط لتجاوز هذه المشاكل وهذه الأزمات خطط تنفيذية ومن هنا هنستعرض جهود القطاع في كل عناصر قطاع البترول من بحث واستكشاف لبنية اساسية خاصة ببيئة البترول لبنية اساسية خاصة بالغاز لمحطات الوقود لمراكز توزيع الاستوانات البوتجاز ثم في النهاية مشروعات التكرير اول جزء الخاص بالبحث والاستكشاف ففي خلال فترة من 2014 وحتى اليوم تم توقيع عشر اتفائيات جديدة في منطقة التبعة لمنطقة جنوب الوادي وتم اطلاق ايضا اول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في البحر الاحمر في 2018 استدبع ذلك ان احنا تمكننا من طرح اول مزايدة عالمية في النطاق الاقتصادي لمنطقة تبع الخالصة لنا في البحر الاحمر في 2019 كان نتيجة ذلك ان احنا رسينا على ثلاث شركات عالمية كبرى امريكية وبريطانية واماراتية وتم توقيع اول ثلاث اتفائيات لالبحر الاحمر في 2020 بالتزامات حدها الادنى خمسة واثنين من عشر مليار جنيه في نفس الوقت بلغ انتاج منطقة جنوب الصعيد والشركة الجنوب والشركات التابعة لها حوالي 21 الف برميل في اليوم من الزيت كما بلغ الاستثمارات في منطقة خليج السويس والبحر الاحمر لتنمية حقول الزيت والغاز 13 مليار جنيه لما نتكلم على ما تم فيه ما يخص البنية التحتية وزيادة امكانياتها فنتكلم على البوتاجاز اللي كان دايما عندنا مشكلة رئيسية فيه زودنا طاقات تخزينية 6500 طن تزود لنا 30% من الطاقات التخزينية وده تم في شركة بتروجاز في منطقة سوهاج وده هذه الطاقات تغطي 200% من استهلاك جنوب الصعيد أما نتكلم على المنتجات البترولية فأيضا زودنا مستوضعات لتخزين البنزين والسولار ب2500 طن سعات تخزينية إضافية وده كان فيه شركة النيل لتسويق البترول في أسيوت ويعتبر مستوضع حديث رقمي مزود بأحدث أجهزة القياس ويمكن في هذه الصورة نشوف كمان منصات الشح اللي بتشحن العربيات وعندها إمكانية أن هي تشحن بنزين وسولار وعندها طاقات تشغيلية تقدر توفي حوالي 80% من احتياجات الوجه الإبلي لما نتكلم على الخطوط وهي الشرايين الخاصة بالقطاع اللي بتمد المستوضعات لأماناك توزيحها في المحافظات المختلفة تم إضافة 570 كم أطوال من خطوط زيت خام أو منتجات بترولية بما يوازي 45% إضافية لشبكة الأنابيب أهم المشروعات اللي تمت كانت مشروعات تخص الزيت وتخص البتجاز وأيضاً المنتجات وكان أهمها البتجاز من البحر الأحمر وأسيوط ومن أسيوط طبعاً لمستوضع سهاج اللي تم افتتاحه سابقاً هنا بنقدر نتكلم على شبكة من الخطوط اللي بتسهل لنا المرونة وتوفير المنتج بطرق أسهل وأسرع لما نتكلم على شبكة القاصة بالغاز الطبيعي نتكلم على الشبكة القومية اللي كانت وصلة فقط لغاية شمال الصعيد لما امتدت الأسوان أتحت لنا أن نحن نبتدي نشتغل من بعد 2014 لإضافة إمكانيات لهذه الشبكة بازدواجها ووضع محطات ضواغة لتدفيع هذا الغاز للمشروعات اللي تتبع هذا التوسع بحيث نحن نتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية وبلغت الاستثمارات 2.3 من 10 مليار جنيه منذ 2014 وكان أهم هذه المشروعات هو محطة سيمينز في بني سويف لأنه كان محتاج أن نحن يكون عندنا خطوط وقدرات لضخ هذه الكميات فإحنا قدرنا أن نوصل أطوال حوالي 125 كم ما بين ضهشور والوسطى ومن الوسطى لبني سويف دخلنا بعد كده على توزيع شبكات الغاز للمدن والمراكز دخلنا نضيف أكتر من 4.850 كم أكتر من 150% بنسبة زيادة أطوال عن اللي كانت موجودة باستثمارات 8 مليار جنيه ده مكننا أن نحن نوصل لزيادة عدد الوحدات السكنية ثلاث أضعاف عن ما كان عليه في 2014-2015 فمن 575 ألف وحدة وصلنا لأكتر من 1.6 مليون وحدة سكنية ومستهدفين نصل لـ 1.7 في انتهاء هذا العام المالي ده كله بخلاف مشروع حياة كريمة من خلال المبادرة الرئاسية اللي حضرتك أطلقتها في شهر يوليو الماضي احنا بنستهدف 902 قرية في الصعيد سيتم توصيل 12 ألف كم أطوال بـ 12 مليار جنيه ومستهدفين 3 مليون وحدة سكنية و10.2 مليون مواطن في المرحلة الأولى على النشاط التجاري والصناعي قدرنا برضو نزود ونضاعف الكيميات اللي تم توصيلها من 1890 منشأة صناعية وتجارية إلى 4255 منشأة صناعية وتجارية استطعنا أيضا أن احنا نستغل التكنولوجيا الحديثة تكنولوجية الغاز المضغوط بأن احنا نصل إلى المحافظات والأماكن النائية سواء كانت صاحية أو صناعية اللي ما بتقعش على حدود الشبقة القومية للغازات ومن مثال ذلك كانت محافظة الوادي جديد محافظة الوادي جديد بعيدة عن الشبقة القومية تماما ولكن باستخدام هذه التكنولوجيا استطعنا أن احنا فعلا نوصل الغاز لمحافظة الوادي الجديد خلال كم شهر اللي فاتوا وبالفعل تم تحويل 5500 وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي كما تم افتتاح أول محطة غاز لتموين السيارات وقد تم افتتاحها من خلال دولة الرئيس الشهر الماضي في مدينة الخارجة لما نتكلم على محطات الوقود كان عندنا اللي زودناهم 372 محطة في خلال فترة من 2014 وحتى اليوم بزيادة نسبة 52% عن مكان موجود لما نتكلم على محطات الغاز لتموين السيارات أضفنا 77 محطة جديدة يعني ما كانش عندنا إلا 12 محطة قبل ذلك مستهدفين أن نحن نحط 185 محطة في وجه القبلي من خلال المبادرة الرئاسية لزيادة عدد المحطات وقد تم بالفعل تشغيل 55 محطة منهم وجارئ التشغيل ل38 محطة وخلال الربع الأول من العالم القادم هننهي ل92 محطة الفضلين ده جدول بيبين المحافظات المختلفة في وجه قبلي وتوزيع محطات الوقود ومحطات الغاز بإجمالي عام 1175 محطة لكل المحافظات مراكز المستودعات وتوزيع الاستوانات يمكن إحنا زودنا 50 مركز في الفترة اللي فاتت بحيث نحن وصلنا ل1200 مركز ومستودع للبوتجاز يمكن ما هيش الأرقام الكبيرة وده طبعاً يتوافق مع التوسع في قطة إمداد الغاز الطبيعي للمنازل وده ماشي في اتجاهه المصبوط أما نتكلم على مشروعات التكرير والتصنيع يمكن إحنا عندنا جزئين مهمين عملناهم في شركة أسيط تكرير بترول يمكن من ثلاث سنين أضفنا وحدة لاسترجاع الغازات كانت بتطلع الغازات مع غاز الشعلة فإحنا من خلال هذه الوحدة بنقدر نزود إنتاجنا من البوتجاز بالإضافة أن احنا بنتوافق بيئياً الجزء الثاني وهو مشروع افتتاح النهاردة وهو مشروع إنتاج البنزين وإجمالي المشروعين 7.5 مليار جنيه لما نلقص المشروعات اللي تمت من 2014 وحتى اليوم في قطاعات مختلفة للبترول سواء في البحث أو الاستكشاف أو في البنية التحتية أو في مراكز توزيع البوتجاز أو محطات الوقود مع مشروعات التكرير يطلع الإجمالي العام 34 مليار جنيه استثمارات وحتى اليوم ما نتكلم على مجمع إنتاج البنزين هنتكلم الأول على شركة أسيط تكرير بترول حيث تقع شركة أسيط تكرير بترول ضمن المنطقة الجغرافية على مساحة أكثر من ألف فدان ويمكن إحنا حطينا كل الشركات البترول بتاعتنا فيه توافق بحيث أنها تجمع كل الأنشطة المختلفة شركات التسويق شركات التوزيع شركات النقل شركات البوتجاز وشركة أنبيب البترول مع الشركة الأم اللي هي شركة التكرير اللي تم إنشاءه في 87 النهاردة ده الجزء اللي حنا بنشتغل عليه على مساحة حوالي 20 فدان وده المشروع المستقبلي اللي جاري تنفيذه حاليا اللي هيقفل كميات اللي محتاجنها بالنسبة للسولار بنهاية سنة 23 إن شاء الله دي بعض اللقطات اللي تبين رفع كفاءة المنطقة الجرافية في الفترة الأخيرة ما نتكلم على شركة أسيوت شركة أسيوت موجودة في مركز منفلوت وفيها مجمعين للتقطير بطاقة 4.5 مليون طن سنويا بالمرافق اللازمة لها من غليات وأبراج تبريد ضواغة هوا بالإضافة إلى منطقة الخزانات لتخزين الزيت الخام اللي بيتخف في العملية التكرير ثم المنتجات اللي بتخرج من عملية التكرير المشروعات الجاري تنفيذها من هنا لغاية سنة 23 إن شاء الله هي مشروع إنتاج السولار الجاري تنفيذه من خلال شركة الوطنية لتصنيع البترول وبعض المشروعات لتطوير بعض الوحدات والتحول الرقمي في شركة أسيوت وتكرير البترول بالإضافة إلى بعض خطوط سيتم إنشاءها لخدمة هذه التوسعات المجموع الأرقام والاستثمارات ستكون حوالي 57 مليار وبالفعل جاري وتم تنفيذ في جزء كبير من مراحل هذه المشروعات الهدف من هذا المشروع هو إنتاج 800 ألف طن من البنزين بكافة أنواعه وهذه الكميات ستغطي احتياجات الوجه القبلي والصعيد من البنزين والحقيقة كان الهدف منه أن احنا بنعمل صناعة القيمة المضافة من خلال منتج النفطة اللي بيخرج وكنا بنصدره النهاردة احنا بنعمل عليه عمليات تحولية بحيث أن احنا نستغل وجوده عندنا في أسيوت وبدل من صدره عن طريق النقل للشمال احنا بنعمل عمليات تصنيع عليه وبننتج البنزين اللي محتاجه الوجه القبلي بالإضافة طبعا لما نقوم بنقلل المخاطر النقل واستهلاك الطرق في حركة نقل البنزين لما كنا بنجيبه من الشمال بالإضافة طبعا احنا بنتوسع في البنية التحتية عندنا وبنستغل أصول شركة أسيوت لتكيير البترول مع توفير فرص العمل لأبناء الصعيد هذا منظور مبسط ليه يوضح أن هذا المشروع أربع عناصر فيه العنصر الأولاني وحدة معالجة مادة التغذية اللي هو النفطة عندما تأتي بتدخل هنا ونبتدي نعالجها من خلال الوحدتين وحدة الأزمارة ووحدة إنتاج البنزين بالعامل المساعد ثم مجموعة المرافق يمكن دي المسار التشغيل للعمليات بيبقى عندنا الزيت الخام بيدخل على شركة أسيوت لتكيير البترول بيطلع لنا مجموعة من المنتجات زي المزوت زي السولار ومن ضمنها النفطة النفطة كنا بنصدرها النهاردة بقينا ندخلها على هذا المشروع بحيث أن يتعمل عليه عمليات تشغيلية سواء عمليات فصل للنفطة بتشغيل وتفاعلات في ألوعية ويتم تفاعلات كيميائية نخرج منها البنزين من خلال هذه الوحدات بدرجات أكتين مختلفة من أول 104 أكتين لغاية 89 أكتين بيتم خلطه بحيث أن نطلع كل كيميات التي نحتاجها بالدرجات الأكتين اللازمة للسوق بإجمالي عام 800 ألف طن سنويا هذا المشروع يساهم بطاقة إنتاج 13% من إنتاج البنزين في مصر ويغطي 100% من إحتاجات الصعيد من البنزين لكن ده الخريطة بتبين أننا قبل المشروع كنا بنعمل حركة 18 ألف كيلومتر حركة في اليوم لأن كانت العربيات اللواري كانت بتنقل من إسكندرية وبتنقل من السويس ومن القاهرة لكل مدن الصعيد البنزين فبعد المشروع وفرنا حركة النقل دي ووفرنا كمان استهلاك الطرق وكمان حدينا من مخاطر النقل وكذلك توفير الوقت لأنه كمان كان بيبقى في عندنا مشاكل في بعض الأحيان لو في سيول لو كان في أمطار فكان بتبقى عنصر الوقت كان بيؤدي إلى أزمة على طول طالما اللواري ما وصلتش على طول تؤدي إلى أزمة فالحقيقة أنه مع إنتاج وتشغيل هذا المشروع فيه فوائد أخرى بالإضافة إلى توفير المنتج نقدر نقول أنه مع هذه الاستراتيجية وتأكيداً لإهتمام سياداتكم بتوفير كل احتياجات البلاد من المنتجات فكان منها هذه المشروعات لما دقنا في 2014 كان كل إنتاج مصر من البنزين تلاتة وتسعة من عشر مليون طن النهاردة ستة مليون طن ده تموا من خلال تلات مشروعات دي مشروع التوسعات اسكندرية وحددتك شرفتنا بافتتاحه العام الماضي زود لنا سبعمائة ألف طن الشركة المصرية التكرير في مسترد حضرتك شرفتنا بافتتاحه أضاف لنا ستمائة ألف طن بنزين والنهاردة في شركة أسيوت بنضيف أيضاً تمنمائة ألف طن أي زيادة خمسة وخمسين في المية من طقات الإنتاج للبنزين بحيث نصل إلى ستة مليون طن وإن شاء الله تستكمل مع توسعات شركة ميدور العام القادم هذا المشروع تكلف سبعة واثنين من عشرة مليار جنيه ونقدر نقول أنه نسبة المكون المحلي فيه اتنين وستين في المية أربعة ونصف مليار جنيه قامت به شركتنا المصرية الوطنية شركتين انبي كمقاول عام واستشاري مصمم هندسي بالإضافة إلى شركة بيتروجيت كمقاول التنفيذ طبعاً أخذنا التكنولوجيا وأصحاب الرخص من شركة أكسنس الفرنسية وكان استشاري إدارة المشروع شركة وورليز الأسترالية أما بالنسبة للتشغيل والسيانة فهي شركتنا الوطنية أيضاً شركتين إبروم وصان مصر تم هذا المشروع في فترة 40 شهر وتم استعانة بألفين مهندس وعامل يومياً وتمت الأعمال من خلال 18 مليون ساعة آمنة دي بعض اللقطات ليه المشروع أبراج التقطير الأفران الوحدات اللي بتنتج البنزين والمستوضعات الجديدة وحدات المرافق الغليات الشبكات اللي بتربط المادة الخامة اللي هي النفتة أو المنتج النهي أو البنزين ما بين وحدات الإنتاجية والخزانات طبعاً إحنا لما نتكلم على مشروعات البترول دائماً لازم نتكلم على الالتزام البيئي ما فيش مشروع البترول إلا ما يكون معاه التزام بقوانين بيئية محلية وعالمية فإحنا النهاردة بنتكلم على الجزء الخاص به الصرف الصناعي فإحنا الحقيقة بنعمل الصرف الصراعي بنعالجه من خلال أحوات فصل الزيت وبالإضافة إلى ذلك المياة المعالجة بنستفيد بها بأن إحنا بنروي مساحات لأشجار غير مثمرة وهي أشجار أججوبة وإحنا عندنا بالفعل خمسين فدان وبيتم استخدام هذه أججوبة في الزيوت وأيضاً الوقود الحيوي الجزء الثاني وهو الانبعاثات فيمكن إحنا كنا اتكلمنا على وحدة استرجاع الغازات اللي كنا نفزناها من ثلاث سنين ودي أقللت لنا من الانبعاثات الضرة وفي نفس الوقت إحنا مركبين على كل الأفران على مداخل الأفران أجهزة الرصد والنهاردة جاري ربطها على الشبكة القومية لجهاز شؤون البيئة في نفس الوقت غير الخمسين فدان لأشجار الزيوبة كمان عندنا عشرين فدان من أشجار الزيتون المنتهز هذه الفرصة سيادة الرئيس أهنئ سيادتك لاختيار مصر وفوزها بتنظيم قمة المناخ على عام القادم وده طبعاً بيؤكد دور مصر وإرادتها بصفة عامة والحقيقة أن احنا أهمية هذه القمة بأن احنا سنمثل أفريقي وأيضاً سنمثل كتلة الدول المثيلة ومن هنا احنا طبعاً بنقول أنه معظم أو 80% من الموضوعات اللي بيتم منقشتها في هذه القمة بتتعلق بالطاقة وبالتالي احنا طبعاً بنشتغل مع اللجنة القومية والوزارات المعنية باللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء من خلال هذا التنصيق علشان نؤكد على خروج هذه القمة بمخرجات توفقية وتبقى بتردي كل وبتعكس كل وجهات النظر وكل الأطراف علشان يبقى فيه كمان وقت تحول طاقي مناسب ويبقى معقول وفي نفس الوقت يخلينا نقدر يحقق الأهداف بتاعتنا من مقاومة التغير المناحي أما نلخص كل المشروعات السادة الرئيس احنا مشروعات اللي تمت من 2014 وحتى سنة 23 إن شاء الله 91 مليار جنيه تم تنفيذ 34 مليار جنيه من المشروعات وجاري 57 مليار جنيه من المشروعات في نهاية كلمتي اسمحوا لي سيادة الرئيس أنا أتوجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع البترول وبصفة خاصة العاملين بشركة أسيوت لتكرير البترول على جهدهم ليستمر القطاع بدوره كركيزة أساسية للاقتصاد القومي كما أود أن أتوجه لسياداتكم سيادة الرئيس بجزيل الشكر على تشريفكم بالزيارة اليوم والتفضل بافتتاح هذا المشروع الذي من شأنه دعم خطط تنمية صعيدة مصر وتلبية احتياجات الوجه القبلي أنا بشكرك مهندس طارق بس أنا عايزك تأكد لنا كلنا واللي بيسمعونا أن احنا فيما يخص محطات الغاز على مستوى الدولة كلها بقيت متاحة في كل محافظات نصر ونقدر نعلن دا دلوقتي للناس عشان قبل كده ونحنا دكتور مصفا قولنا لدينا سبع محافظات فقط مش كده ودلوقتي بقينا بالخطة اللي انتم عملتوها العجلة ديت لهم الألف محطة كده بقينا احنا مستعدين نوفر الغاز لعربة كلم على محطات الغاز مش كده فممكن تتكلم في النقطة دي بس بيعني باختصار سمعت سيد الرئيس احنا يعني حضرتك الجهد بان احنا يبقى عندنا عدد من المحطات بحيث ان هو يبقى بيوفر هذه الخدمة في كل محافظات الجمهورية حتى لو كان زيادة بس عشان يدي راحة للمواطن في ان هو يبقى عنده ثقة ان هو لما هيمون غاز ما يمشيش في الطريق وبعد كده يقطع منه فالحقيقة كان الرقم اللي استهدف وحضرتك واجهتنا به الف محطة واحنا وصلنا النهاردة لحوالي خمسمائة وخمسين محطة والباقيين شغالين فيهم احنا مش لسه بندور عليهم فاحنا النهاردة مجرد بنجهز المحطات للتشغيل المكان وصل احنا بنوصل وبنعمل اختبارات تجارب تشغيل فاحنا ان شاء الله بنهاية مارس بإذن الله هنكمل الالف محطة ان شاء الله هذا التوزيع الجغرافي على مستوى كل محافظات الجمهورية ويمكن اصدنا ان احنا نوضح في هذا العرض ان حتى محافظة الوادي الجديد وصلها هذا الغاز وصلها خدمة تموين السيارات بالغاز المضغوط وبالتالي هذه الخدمة ستكون بتغطي كل الجمهورية مش بس كده سيد الرئيس الميزة التانية اللي انا عايز اقولها من وجود هذه المحطات المنتشرة هتخلينا ان احنا كان دائما المواطن بيبقى زعلان انه بيتحط استوانة غاز في شنطة العربية لأ انا بطمن المواطنين انه هذه الاستوانة نقدر نصغرها خلاص لانه النهارده بقيتش محتاج ان انت تحط غاز كتير بستوانة كبيرة لانك مش عارف المحطة الجاه فين لأ النهارده المحطات بقيت قريبة من بعض وبالتالي مش بحتاج خزان كبير فبخزان صغير مش هياخد من شنطة العربية مساحة كبيرة وده كمان ميزة هتبقى اضافية لانتشار السيارات لانتشار المحطات ده بخلاف طبعا ان احنا بنؤكد انه تمن المتر المكعب من الغاز الطبيعي اللي هو يعني تقريبا بيوازي لتر نصف تمن لتر البنزين وبالتالي في فايدة كبيرة من كل النواحي شكرا الفانتر